أهلا بكم من جديد المشاهدين في آخر جزء من البرنامج وقفة مع الحدث وستكون اليوم حول الإجراءات العملياتية والاستباقية للوقاية من حرائق الغابات تسعد باستضافة رائد سامي داودي قسم الوقاية والأمن العمومي بقيادة الدرك الوطني أهلا بك أهلا بخير شكرا على استضافة أهلا وسهلا وسهلا وسيد بن عبد الله أيضا رئيس مكتب الوقاية ومكافحة حرائق الغابات بمدرية الغابات أهلا وسهلا بك سيد حراء شكرا على استضافة أهلا وسهلا إذن نتكلم حول الحملة التحسيسية للدرك الوطني وأيضا المدرية العامة للغابات هي حملة تدخل ضمن الإطار والمجهودات الرامية إلى الحد من الاحتراق في الغابات شهدنا الموسم الماضي حرائق ماهولة أكثر من 69 قاتل رحمهم الله خاصة في الأسلاك الأمنية من الدرك والشرطة والحماية المدنية هذا العام الوضع مختلف يعني كان عندكم الفرصة باش تستدركوا اللي فات ما هو أهم ما هو البرنامج هذه السنة تفضلوا لي حبيب داخل شكرا فيما يخص العام الماضي لنترحمه على شهداء الواجب وشهداء حرائق الغابات اللي كانت العام الفات يعني فيها الأرواح اللي كانت سقطت وكذلك يعني بحرنا تقريبا 100 ألف أكثر من 100 ألف أكتار من الغابات في أسبوع واحد 72% من هذه المساحة يعني تغسل الحرائق إذا كانت إذا قلنا العام الفات كانت فيها تقريبا 21 ولاية لقصتها لحرائق الغابات وأكثر تظرون كانت تقريبا في ثلاث ولايات تيزي وزو بجاية وخن شلام العام الماضي يعني شفنا وطيرة الحرائق كانت ازدادت في أسبوع واحد إذا أخذنا بعين احتبار دا ولاية تيزي وزو في لوية تيزي وزو 33 حرائق يعني شعلت في أوقات لي ما لازمت شعل يعني من الحديش تعليل فوق إذا شفنا هذا الوقت يعني ننزموه باللي هذه الأفعال كانت مفتعلة وحتى التحقيقات تعكم أدت إلى اكتشاف ذلك وحتى المخططات الإرهابية اللي كانت في هذه الفترة نبحثون أن توجهوا الآن إلى حالة الغابات قبل أن أتي لك سيد رائد حالة الغابات يعني بعد سنة أكثر من 70% من هذه الخضار هذا القعرح يعني حالة الغابات في هذا الموسم كيف شراهي الغابات نعم إذا شفنا حنا عدنا اتفاقية مع وكال الفضائية الجزائرية تقريبا من 2005 عدنا 400 ملايات و100 ألف إكتار من الغابات مساحة كبيرة يعني نحن نقدر نقوله بالصور وكل الفضائية يعطيتنا كاين تجديد غطاء ناباتي الطبيعي تقريبا وصلحتها 6% 6% من الغابات يعني رجعت الحالة حالة 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 يعني علاقاً أحيان تقدم ما ساهمتوا في حمل تجزير لعمل الماضي وكذلك وين ما نقدروش احنا مين ما فيهش التجزيد غابة الغيطاء النباتي طبيعياً احنا ندخلو يعني في 2021 في 2022 غرصنا أكثر محداش المليون يعني شجائرة كانت بمساهمة المواطنين وكل يعني أطياف المواطنين يعني من خارج يعني من خارج كانوا نفس ساهمت لمقدرش يجي بعت يعني دراهم وشراء الشجيرات وقمنا بهذه العملية والحمد لله ان شاء الله كارثة العام الماضي ما تعوش ترجع وهذا ما نتمنى نذهب إلى رائد داودي لأكيد سيد رائد أنه نبدأ من الحدث يعني شادنا البارح حرائق مفتعلة في ولاية ورقلا أدت إلى حرائق في واحة للنخيل يعني أكثر من 250 نخلة تلفت وتخسرت أين وصلت تحقيقات في هذه القضية نعم شكرا كإضافة فقط على سيد بو عبدالله أن حرائق الغابات الموسم للفارض خلفت 104 قاتل وحوالي 115 جريح نترحم على الموتى حيث أدت إلى خسائر مادية وبشرية جد مطبرة خاصة في الفترة الممتدة من 1 جوان 2021 إلى غاية 31 أكتوبر من سنة 2021 الحرائق كانت كانت عمدية خاصة في الفترة الممتدة بالتحديد من 9 أوت إلى غاية 14 أوت 2021 والتي مست بالتحديد منطقة تيزي وزو وبيجايا باش نرجع لك السؤال فقط أن البارحة كان هناك حريق تم على إتره وإتر التحريات توقف مشتبه بهم اتنان تحقيقات رأي متواصلة وجارية وسوف يتم تقديم المعنيين أمام الوكيل الجمهورية المختصة مختصة نعم الأكيد أنه الوقاية والتحسيس تلعب دور كبير جدا خاصة ساكنات المنطقة المناطق الجبلية وساكنات المناطق اللي فيها يعني غطاء نباتي مهم شاهدنا العام الماضي في الحرائق لهذك الناس هما اللي كانوا أكثر تضرورا من هذه المشكلة يعني كيفش يلعب دور التحسيس من هذه الحرائق دورا هاما في عملية حماية الغابات أيضا كيف ذلك فيما يخص يعني عملية تحسيس وتوعية احنا في المحاور اللي عندنا عندنا محور الأساسي هو التحسيس وتوعية تحسيس وتوعية يعني نبدوها تقريبا من اليوم الوطني للشجرة هو 25 أكتابر نخرج ميدانيا وكي نغرسون مع الأطفال ومع الناس نقول لهم باللي هاي صارت العملية فتحة رائق وإن شاء الله راح نعوضوها بهذه كذلك عملية تحسيس وتوعية تقوم يعني في تلفزيون كما رأنا اليوم في عملية تحسيس وتوعية في الإذاعات المحلية في الإذاعات الوطنية عن طريق الجرائد كذلك عن طريق المساجد كل هذا نوجده قبل أول جوان كذلك المحور الثاني هو محور يعني الأعمال الوقائية أعمال الوقائية اللي يقوموا فيها داخل الغابة يتتمثل في فتح المسالك ترميم مسالك يعني الحواف المسالك وين فيه يعني حشائش يعني اللي راهي شفتوا كانت أمطار غازيرة مقبل وراهي الحشائش يعني طلعت ونقوا هذه الحواف المسالك كذلك في الطرق الولائية والطرق الوطنية مصلحة الطرقات هي اللي تقوم بهذه العملية كذلك سونالغاز يعني عدنا أسلاك دقتلها اللي تفوت على الغابة أنه يقوموا مصالح سونالغاز باش ينقيوا تحت لهذه المسالك إذا كانت فيها شرارة أو قطعة المسالك ما تقومش ما تقومش فيها حراء كذلك يعني السيك الحديدية كان السيك الحديدية اللي يفوته قرب الغابة أو داخل الغابة ننطلبوا من هذا المصالح باش تقوم عملية يعني تنقية هذه المسالك ويعني نوجدوا كذلك منابع المياه أو نقاط المياه عدنا تقريب 3,291 نقطة مياه لداخل الغابة أو بقرب الغابة اللي نستعملوا في عملية يعني أدفاع الحراء كل هذا اللي وجدوه بالأول أجوان ما تنسوش يعني في عشرة مال اللي يفت كانت فيه يعني تنصيب لجنة الوطنية مكافحة حراء اللي كان نصب عصيد وزن الفلاح وتنمية ريفية هذه اللجنة اللي فيها 13 ممثلي وزارة مختلفة وتجميد أيضا إنتاج الفحم واستراده استسميدا كسؤال أخير حول الاستراتيجية تعد درك الوطني فيما يتعلق بحماية الغابات ومكافحة الحرائق نعم سيدي ضمن الاستراتيجية الدولة للوقاية ومكافحة حرائق الغابات وضعت قيادة الدرك الوطني جملة من الإجراءات الاستباقية للوقاية ومكافحة حرائق الغابات شملت عدة محاور خاصة بداية بمحور التحسيس والتوعية حيث تم إطلاق حملة وطنية تشاركية بين مختلف المتدخلين ببرمجة تحسيس إداعية وتلفزيونية لتحسيس المواطنين للوقاية ومكافحة حرائق الغابات انطلاقا من 25 مائ من هذه السنة كذلك في إطار مراقبة الغابات تم تكتيف دوريات مع مختلف المتدخلين نذكر هنا المديرية العملية الغابات وذلك بتنفيذ عدة دوريات حول المحيط الغابي وكذا مراقبة المحيط الغابي عن طريق طلعات جوية باستعمال طائرات العمودية كذلك في ميدان تنسيق وتعاون كان هناك تنسيق وتعاون واتيق بين مختلف المتدخلين المديرية العمالية الغابات والمديرية العمالية الحماية المدنية وكذا في مجال الخبرة العلمية الاستعانة بمختلف الخبراء في ميدان التحري وعن أسباب نشوب الحراق الغابات شكرا لك كآخر سؤال في أقل من 30 ثانية حول إعادة تأهيل الطائرات الهليكوبتر اللي شفناها العام الماضي اللي تبع الدركة الوطني لإطفاء الحراق نعم فيما يخص العام الماضي كانت المديرية العامة للحماية المدنية كانت طلبت منها بيشكون فيها نقاط مياه داخل الغابة وبالقرب من الغابة هذا العام يعني تقريبا يعطينا أعوامل للولايات لكي الولايات لها وجدة الأماكن هذه بيش تحط يعني للهليكوبتر وكذلك نقاط المياه الكبيرة بيش يقوموا جزيلا لك سيد راشيد بن عبدالله رئيس مكتب الوقاية ومكافحة حرائق الغابات بالمديرية العامة للغابات وأيضا سيد سامي داودير عن قسم الوقاية والأمن العمومي بقيادة الدرك الوطني شكرا جزيلا لكم على كل هذه المعلومات شكرا